اشتركوا في القناة بطريقة غير قانونية قاعد يتلعب بمستقبل البلاد وباستقرارها وباستلم الأهلية ثم أنا إقصاء منذر الزنايدي هو إقصاء لإرادة جزء من الشعب اللي منحوا أثيقاً تاو وهنا نحب نأكد بقوة القانون وثيقة في الله أنا اليوم مترشح لانتخابات رئيسية تم التصريح بقبول ترشحه من المحفة الإدارية اللي نحب نذكر أنها هي أعلى سلطة مؤتمنة على المسار الانتخابي بالقانون وبالدستور ونحب نأكد من جديد عدم معترافي بقرار هيئة غير مستقلة وغير نازيهة معتبراً قرارها باطلاً ومعدوماً لأنه ببساطة ليس دستورياً وليس قانونياً علاوة على أنه ليس أخلاقياً وليس ديمقراطياً ونحب ننبهنا كل السلطات والمؤسسات الشرعية والهيئات الرسمية بأنه عدم تنفيذ قرار المحفة الإدارية قد يفتح على بلادنا باب خطير منتع التشفيك في شرعية الانتخابات وشرعية نتيجها وشرعية من نظم عملية الانفراد بالحكم وأنبه في نفس الوقت كل شخص شارك في الجريمة هذه بأن يد القانون ستطاله عاجلاً أم آجلاً والتوانسة ما همش بس يتسامحوا في جريمة تزوير الإرادة متاحهم والتلاعب بمستقبل بلادهم وتقويض نظامها الجمهوري أخوتي أخواتي أبناء وطننا الحبيب نحب نقول لكم اللي مهما صار مناش مسالمين في بلادنا ومناش مسالمين في التوانسة اللي كيفنا ومعانا رجع لهم الأمل في إيقاف نزيف الانهيار والتخلص من كبوسة شعبوية ومناش باش نخونوا فيقة أبناء الشعب من مواطنين ومن نواب في مجلس نواب اللي فوضوني عبر التسكيات الشعبية والنيابية باش نخوض الانتخابات تبياسية صحيح قاعدين نشوفه في مستوى غير مسبوق من العبثية واللمسئولية في أعلى مستوى والأوضاع وصلت لدرجة كبيرة من الخطورة ولكن نحب نطمنكم في نفس الوقت اللي قطار الإنقاذ انتلق وبيحول الله ما هوش باش يتوقف بحكم تجربتي في خدمة الدولة ومعايشتي للعديد من الأزمات تونس هي هي ما تبدلش تمرض وتتعب ولكن ما تموتش وتتحمل وتصبر ثم تسترجع إرادتها وتقول كلمتها الأخيرة تونس هي هي قوية وصامدة على مدى التاريخ وستظل أرضا طيبة منعها تقوم على سواعد أبناها وبناتها وأنا واثق أنه مع بعضنا سنقود تونس لبر الأمان بحول لبر الأمان في عميات اليوم أبناها أبناها لبر الأمان أبناها شكرا